اشهد سمو الشيخ ناصر بن حمداء الخليفة المنامة لفوزه ببطولة غرب أسيا لكرة السلة ونادي النجمة لفوزه ببطولة الأندية الأسيوية لكرة اليد جاء ذلك خلال ترأس سموه الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بعد إعادة تشكيله وذلك بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة وأصحاب السمو المعالي والسعادة أعضاء المجلس الأعلى للشباب والرياضة واستهل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الاجتماع بالترحيب بالأعضاء الجدد مباركا لهم الثقة الملكية السامية بتعيينهم في المجلس الأعلى للشباب والرياضة متمنيا لهم كل التوفيق والسداد في أداء مهمتهم الوطنية كما وجه سمو الشكر إلى أعضاء المجلس السابقين الذين أدوا مهامهم على أكمل وجه وسهموا في تطوير قطاعي الشباب والرياضة كما باركا سمو الاستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب التي غطت أهم مرتكزات العمل الشبابي والأولويات التي تهدف لتنمية دور الشباب من خلال عدد من المشاريع التي تسقل مهاراتهم ومشروع مساري الجديد الذي يوفر فرصا واعدة للشباب للتعلم وزيادة المعرفة وإيجاد فرص وظيفية للشباب ودعم النظام التعليمي لمملكة البحرين وشرح حيثيات المشروع والدول المشاركة في تجارب التبادل الطلابي المعرفي والبعثات التعليمية الخاصة بفئات الشباب واطلع المجلس على أهم مسجدات المشاريع القائمة لوزارة شؤون الشباب والتي سيتم تنفيذها خلال الفترة الحالية خاصة مشروع مدينة الشباب 2030 مع تكريم المساهمين والمشاركين في المشروع كما استعرضوا حيثيات المشروع هوية المدينة ورش العمل التي ستقدم للشباب من الفئتين المستفيدتين من المشروع وناقش الأعضاء آخر تطورات النسخة الخامسة من جائزة الملك حمد لتمكين الشباب من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أن تبدأ دراسة وتنفيذ هذه النسخة خلال هذا العام وتنتهي في نوفمبر من العام 2024 كما اعتمد المجلس خطة تحويل الجائزة إلى أممية خلال العامين المقبلين بهدف الانتشار والتوسع بشكل أكبر وعلى الصعيد الرياضي استعرضت الهيئة العامة للرياضة أهم مستجدات القطاع الرياضي في المملكة وآخر الإنجازات التي تحققت في الآوينة الأخيرة كما اطلع المجلس على مقترح الهيئة العامة للرياضة لوضع خطة لبناء الرياضة كالصناعة وزيادة فرص الاستفادة من المنشآت الرياضية والتعاون مع القطاع الخاص في عدد من الفرص والبرامج الاستراتيجية والتعاون مع المعنيين لزيادة السياحة الرياضية وتطرقت الهيئة في الاجتماع إلى برنامج تطلعات العمل الوطني والذي أعلن عنه الأسبوع الماضي بتوجيه من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول للمجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية الذي يهدف لتطوير الرياضة البحرينية وسيتم من خلاله إطلاق العديد من المبادرات والبرامج الرائدة لتطوير القطاع الرياضي وقمة الرياضة البحرينية واختتم الاجتماع بتأكيد حرص المجلس على مواصلة الرؤى والحرص على بدل كل الجهود اللازمة لتحقيق النجاح وتطوير قطاعي الشباب والرياضة في المملكة